دون الإضرار بالعلاقات الثنائية تسعى إيطاليا نحو تحركات دبلوماسية إلى الانسحاب من مبادرة الحزام والطريقة الصينية التي انضمت لها عام 2019 وبدأ وزير الخارجية الإيطالي زيارة إلى بكين اجتمعوا خلالها مع نظير صيني لتمهيد الطريق أمام الانسحاب من الاتفاقية الاستثمارية مع محاولة تجنب حدوث قطيعة في العلاقات مع ثاني أكبر اقتصاد بالعالم كما تعتزم رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني زيارة الصين خلال الأشهر المقبلة قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن الانسحاب أو الاستمرار من مبادرة الطريق الصينية قبل نهاية العام الجاري وكان وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاجاني قبل أو قال قبل توجهه إلى بكين إن قرار الانضمام إلى مبادرة الحزام والطريقة اتخذت في العام الماضي أو في الماضي وقال الوزير الإيطالي في تصريحات لتلفزيون بلومبرغ إنه بغض النظر عن القرار الذي تتخذه إيطاليا بشأن الاستمرار في المبادرة من عدمه فإن ذلك القرار لن يكون بمثابة رسالة إلى الصين وأضاف الوزير الإيطالي أن التجارة بين إيطاليا والصين لم تتحسن كما كان متوقعا بعد انضمام روما إلى مبادرة بكين الحزام والطريقة قبل أربعة عوام لتصبح أول دولة غربية كبرى تنضم إلى المبادرة الصينية مليارات الدولارات حصيلت الاتفاقات بين الصين وإيطاليا ضمن مبادرة الحزام والطريقة لكن منذ توقيع عام 2019 أي الدولتين استفادت أكثر نتابع لم تؤتي ثمارها هكذا ترى إيطاليا نتائج انضمامها إلى مبادرة الحزام والطريقة الصينية منذ عام 2019 فماذا تقول الأرقام؟ بعد توقيع الاتفاق وحتى نهاية 2021 زادت صادرات إيطاليا إلى الصين بنسبة 20% وفق البيانات الرسمية لكن في عام 2022 انخفضت نسبة نمو الصادرات الإيطالية إلى الصين نزولا إلى 5% فقط لتسجل 19 مليار دولار في المقابل تسارعت الصادرات الصينية إلى الصوق الإيطالية لتزداد بين عام 2020 و2022 بمقدار 14 مليار دولار كما تسعت هوة العجز التجاري لصالح الصين ليسجل نحو 45 مليار دولار عام 2022 ارتفاعا من عجز قدره 20 مليار دولار في عام 2019 وسجلت التجارة الثنائية بين بيكين وروما ما يقرب من 78 مليار دولار في عام 2022 نموا من 51 مليار دولار في 2020 و64 مليار دولار في 2021 من بروكسل ينضم إلينا عبر سكايب محمد رجائي بركاته الكاتب الصحفي المعتمد لدى الاتحاد الأوروبي أهلا بك معنا سيد محمد سيد محمد لماذا تريد طالي الانسحاب بلطفنا؟ هل هي رغبة من روما أم ضغوط من بروكسل وواشنطن؟ في الوقت الأجواء السياسية الحالية تختلف عن الأجواء التي كانت تسود في العالم عام 2019 ميلادية عندما وقعت الحكومة السابقة بالأحرى بروتوكول الاتفاق مع الصين للانضمام الآن هذا البروتوكول ينتهي في شهر مارس العام القادم ويجب على الحكومة الإيطالية سيدة ميلوني أن تقرر من الآن أو الأحرى قبل نهاية شهر ديسمبر عما إذا كانت ستستمر في تنفيذ البروتوكول أم لا وفي حال عدم اتخاذ أي قرار سيتم تسجيده لمدة خمس سنوات فبالتالي الآن الأوضاع السياسية في العالم اختلفت موقف إيطاليا على الرغم من أنها أكثر دولة تتعاون حاليا مع الصين موقف إيطاليا يكون مرتبط بمواقف التي يتخذها حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي لا يمكن لإيطاليا تجديد الاتفاق في الوقت الذي تعتبر فيه دول الاتحاد الأوروبي وأيضا حلف شمال الأطلسي الصين بأنها كانت رغبة الولايات المتحدة الأمريكية أن تشكل خطر تماما كروسيا على الغرب ولكن دول الاتحاد الأوروبي تعتبر الصين بأنها منافس شرس اقتصاديا لدول العضافة لاتحاد الأوروبي أعتقد التوجه الآن يتجه نحو عدم تجديد هذا البروتوكول وتريد السيدة ميلوني أن يتم ذلك بشكل تدريجي حيث لا تسوء العلاقات الثنائية بين الجانبين بشكل مباشر ولكن بعض المراقبين أشاروا إلى أن هناك مفاوضات من تحت الطاولة تجهد بين الصين وإيطاليا أسألك سيد محمد هل لدى الصين بدائل يمكن أن تقدمها لإيطاليا للتراجع عن الانسحاب كي أيضا لا تخسر دولة أوروبية أو غربية بشكل عام كانت في مدار الصين هذا البروتوكول يتعلق بتوقيع اتفاقيات بين الشركات الصينية والإيطالية وأيضا بين المؤسسات الإيطالية والصينية ولكن دول الاتحاد الأوروبي بشكل خاص أيضا إيطاليا لا يمكن لها الاستغناء عن الصين تجاريا كما تعلمون دول الاتحاد الأوروبي تعتمد بشكل كبير على الواردات من الصين والتي يتم شراءها بأسعار منخفضة مقارنة بالمصادر الأخرى الأسواق الأوروبية يوجد فيها نوع من الإغراق من قبل المنتجات الصينية وذلك بسبب انقفاض تكلفة الإنتاج ومن ناحية أخرى إيطاليا ودول الاتحاد الأوروبي تنتقد الصين بسبب عدم احترام حقوق العمال على سبيل المثال ولكن الأمور بدأت الآن تتغير وأعتقد أن الجانب الاستراتيجي موقف دول حلف شمال الأطلسي موقف الحلف بشكل عام والاتحاد الأوروبي أيضا هي المواقف التي ستغلب على القرار الذي سوف تتخذ السيدة ميلوني من الآن وحتى نهاية هذا العام طيب سيد محمد إلى أي مدى يمكن أن تكون استجابة إيطاليا لأوروبا والغرب بشكل عام مستمرة في الاستماع لها والانسحاب من هذه المبادرة ألا يمكن أن تكون في الوقت الراهن منسحبة ولكن في الأعوام القادمة سوف تعود بشكل آخر إلى المدار الصين وتكون قريبة من هذا الفلك في الواقع بالإضافة إلى العلاقات الرسمية أو العلاقات بين المجموعة الأوروبية أو الاتحاد الأوروبي والصين وهناك العلاقات الثنائية وبإمكان إيطاليا أن تستمر في التبادل التجاري وأن تستمر في علاقاتها مع الصين بشكل أو بآخر ولكن بشكل عام عليها أن تحترم الاستراتيجيات التي يرسمها حلف شمال الأطلسي والتي يرسمها أيضا الاتحاد الأوروبي كما ذكرت لا يمكن لدول الاتحاد الأوروبي الاستغناء على الصين والتجربة مع روسيا أثبتت ذلك الحرب في أوكرانيا أدت إلى خفض وفرض عقوبات على روسيا واكتشفنا أن الاتحاد الأوروبي كان يعتمد بشكل كبير على روسيا من ناحية الاقتصادية والتجارية على رغم العقوبات وخاصة أيضا في مجال الطاقة ونعلم جميعا المشاكل التي لاحقت في دول الاتحاد الأوروبي وارتفاع الأسعار فيما لو يتخرر نفس السيناريو مع الصين أعتقد أن إيطاليا وليس إيطاليا فحسب ستتضرر ولكن دول الاتحاد الأوروبي وربما تكون هناك سيد محمد رجائي خط رجع لإيطاليا من أجل عدم خسارة أكبر ثاني اقتصاد في العالم شكرا جزيلا لك عبر سكايب محمد رجائي بركاته الكاتب الصحفي المعتمد لدى الاتحاد الأوروبي كنت معنا من بروكسيلا